السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أول حلقات موزمان النهاردة أنا رانيكلم على حاجات كتير أولا هننتجد الكورة والكورة واللعيبة وكل آلي وآلي وكل الانديات تاني إلا زمالك عمري ما ننتقده أبدا النهاردة يا أخي أول مبارح كان بيقول لك غالدة الغندور تسرق الموبايل بتاعه أنا رانيقول له أتخافي يا خالد إحنا راح نجيب لك الموبايل بتاعك الـ X-Fox Phone اللي انت قلت عليه دي خالدة الغندور يقول لك هت العربية على الدين مش بالعربية فتح باب العربية نت الهرمية خد الموبايل من العربية ولا مانا يا خالد ما يتسرق الموبايل ولا إيه ولا ميجازي أنا ما نبيك ده كله ولكن أنا رانيجيب لك الموبايل انت راجل زم الكهوي ونجيب لك الموبايل عارف رانيعمل إيه؟ أنا وكل البوابين بتاع الدائري رانيعمل لقنا على الدائري وإيا أي البوموتسيكلي راكب ومع الموبايل اللي إكسي فون بتاعك دي رانيخده منه ونجيب لك الموتسيكلي كمان وتهت الموتسيكلي على دي الله ينور يا هالد أما من الأخبار بتاعة الدورة الأفريقية نايزين في نقد غريبة وياقين أنا ليه شي كبالا مش نازل في التشكيل بتاع المنتخب يقول لك شي كبالا را لا شي كبالا عايش وبسيها جيدة وإن شاء الله أول ما المدرب إيروش دا يمشي ويجي مدرب جديد را ياخد شي كبالا ويبقى من أول واحد مهتود في الدور اللي جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع موسمان تاريق هامد هو كمان بيقول لك بيرميد زائز ياخد تاريق هامد أنا نقول لك إيوه يا تاري تروح بيرميدز مش من مصلحة الزمالك أبدا إنه يروح بيرميدز عارف ليه إنه لو راح بيرميدز ويجي لها بالزمالك هيكسر كل اللايبة بتاع الزوان أنا نعرفه تاريق هامد داي رجلاتي إيلة وإيديات إيلة يا أخي أنا ما نعرفه لغرية يا شيخ يلا سلام يا تاريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع موسمان اشتركوا في القناة